منتخب الإسباني اليوم وما هي حظوظه لويس أنريكي في هذه المباراة أمام إسلوفاكيا هل تعتقد أن حظوظه أكبر من إسلوفاكيا على أرض الملعب خاصة أنه على أرضه ممكن أن يكون لويس أنريكي يخلط الأوراق اليوم أتوقع صراحة لا يمكن أن نتحدث عن حظوظ كبيرة أو صغيرة لأن رأينا إسبانيا فجأتنا سلبيا في هذه البطولة وأود أن أذكر هنا أنها ليست المرة الأولى بحال خرجت إسبانيا من الدور الأول في مونديال 2014 كانت إسبانيا بطلة العالم وكانت بطلة أوروبا 2012 وكانت تتميز بتشكيلة مدججة بالنجوم الذين سيطروا على الكرة الأوروبية والعالمية لسبع سنوات تقريبا خرجت من الدور الأول بمواجهة سويسرا وتشيلي إذا كنا نذكر جيدا إذا خرجت اليوم إسبانيا لن تكون المفاجأة الكبرى لقد فجأتنا سابقا قبل ست سنوات أو سبع سنوات في بطولة العالم أتوقع بالعودة إلى مباراة اليوم أتوقع بعض التغييرات لأن لويس أريكي لا ينفعه التشبس بتشكيلة لم تثبت فعاليتها في مبارتين والتشبس بها في المباراة الثالثة سيتحمل وزرا كبيرا من الانتقادات وممكن أن يخسر عمله بهذه الخسارة أتوقع عودة سيرجيو بوسكتس مثلا إلى المباراة أتوقع عودة الكنتارا أساسيا لتحريق خط الوسط ولخلق بعض الفرص بحذر لأننا نعرف الكنتارا يوزع الكرات ويمكن بوسكتس أن يحميه في ظهر كخط وسط مدافع يعني بعض التغييرات الأساسية ممكن أن تعطي دفعا لإسبانيا في هذه المباراة التي من المنطقي أن تكون مرشحة للفوز بها يعني أماني إسبانيا